اشتركوا في القناة لقد عدنا الى الجاهلية وعدنا الى تقديس الاشخاص بل عدنا الى عبادة الاشخاص احنا قلنا من العوامل الخارجية التي تعينك على الخشوع ان تفرغ البيت من كل ما يشغلك وانا عقل عليها اختر ما يشغلك في الخارج اسمه الصور الصور الصورة انت عن مر في الكتان قال لك خرق فكيف بصورة الانسان فكيف بمن يعتقد ان الانسان هذا اذا وضعه امامه سيخشع وان كان فعلا يخشع بوضع صورة شيخه فهو يخشع لشيخه اذا جعله في القبلة فتحقق الشرك الاكبر احنا من تمشير الجامعة تمشير المحراب وبينكم الرب من ذا الذي يعلم الناس هذه الانحرافات انه الانحراف العقدي الانحراف الفكري بعد هذا الانسان على سيد الرب سبحانه وتزوجل العياذ بالله احتفصل باش تقف بين يدي الله ادير قدامك الصورة ويلي يدخلهم يعتقدون ان هذا الشيخ هو الواسط بينهم وبين ربهم هو الذي يقربهم الى الله بل هو مفتاحهم الى الجنة بل هناك من يعتقد انه لن يدخل الجنة الا بشفعة هذا فقد ضمن له الجنة وحكم بحكم لا يحكم فيه الا الله يوم القيامة اعوذ بالله ما هذا هذا من الامراض الخطيرة التي ينبغي للانسان ان يعالجها وان يدعو الناس الى تركها لان التوحيد توحيد الله يأبى هذا ويرفضها بل ان جوهر رسالات الانبياء جاءت لتقطع شك باليقين وتقول لهم ربك اياك نعبد واياك نستعين واذا سألك عبادي زين عني زين اذا سألك عبادي عني زين فاني صاف فاني ما كاش بني اذا سألك عبادي عني فاني قريب كيف تريد ان تجعل بينك وبين هو يقولك ان اذا سألك عبادي عني فاني قريب لم يترك الامر للنبي ان يجيبهم فيقل قل لهم اني نواسطة خاصة في الصلاة وصل الله على حبيبنا